من سيكون زعيم حزب المحافظين الأسبوع المقبل؟ باني موردينت تهلت الترشيحات معلنة خوضها الصباق بشكل رسمي الأسماء الأخرى تتبلور شيئا وشيئا منهم من انسحب كجيرمي هونت وزير المالية المعين حديثا ووزير الدفاع بن واليس أيضا الذي أعلن تأييده لبوريس جونسون المرة الأخيرة قلت إنني لن أترشح لزعامة الحزب فهذا أمر لست مستعدا له أعتقد أنه يجب أن تشعر بأنك تريد هذه الوظيفة كي تتولاها مقربون من جونسون يقولون إنه يرصد الوضع فيما يبدون ثقتهم بقدرته على جمع دعم مئة نائب هذا في حين أن المرشحين البارزين الآخرين هما ريشي السوناك وباني موردينت لكن كلاهما لا يثير الجدل الذي يثيره جونسون على ضفة المعارضة يبدو الإجماع صلبا على ضرورة الدعوة إلى انتخابات عامة الرفض يكاد يكون كبيرا أيضا لترشيح جونسون إذ قال حزب العمال إن المحافظين أنفسهم هم الذين أخرجوه من الحكم القلق هو المسيطر شعبيا فالناس تنظر إلى حاضر يصفونه بالمخجل ومستقبل تحفه الشكوك بعد عام عرفوا فيه ثلاثة رؤساء حكومات وأربعة وزراء مالية حتى الآن أعتقد أنه من الإحراج أن نرى كيف تدير الحكومة شؤونها سواء بتعاقب رؤساء الحكومة أو وزراء المالية المحافظون بحاجة إلى جونسون لعادة تموضيهم لكن بشكل عام هذا ليس ما نريده ليس بورس جونسون من جديد أعتقد أنه قدم ما لديه سيكون محرجا للبلاد إذا عاد بالفعل في انتظار الإعلان عن الأسماء النهائية يسود القلق البلاد برمتها فالأزمات والتحديات التي تنتظر رئيس الحكومة المقبل هائلة والأسئلة لدى الناس أكثر من الأجوبة بكثير من لندن عروب عبد الحق العربية